غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان في مقدمة مودعي سمو وعلى أرض المطار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وعدد من الشيوخ وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ويضم الوفد المرافق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود مالش الصباح ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية وديوان رئيس مجلس الوزراء